موسيقى أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء بداية بعث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو كوتريش رسالة تعذية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب الحرائق التي طالت بعض المناطق في البلاد مسببة خسائر في الأرواح وأعرب الأمين العام الأممي في رسالة تعذية عن تعاطفهم مع الضحايا المدنيين والعسكرين وأقاربهم وأكد كوتريش في رسالته للرئيس تبون وقوف الأمم المتحدة لمشروط إلى جانب الجزائر خلال هذه المرحلة الصعبة مشيرا إلى أن هذه الحرائق تعكس النتائج الوخيمة للتغير المناخي مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة أسبابه العميقة شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الجزائر تؤيد الشرعية الدستورية في النيجر وترفض رفضا تاما وقطعيا تدخل العسكري الذي لا يحل أي مشكل وفي لقائه الدوري مع ممثل وسائل الأعلام الجزائرية تحدث الرئيس تبون عن الزيارات الرسمية التي قادته مؤخرا إلى عدد من الدول ومن بينها الصين التي وصفها بالشريك الموثوق لبلاده وأوضح أنها وباقي الدول الفاعلة في مجموعة البريكس على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل تدعم انضمام الجزائر إلى هذا التكتل وبخصوص زيارة الدولة التي كانت مرتقبة إلى فرنسا أوضح الرئيس الجزائري أنها ما تزال قائمة ولم تلغى مشددا على أن زيارة الدولة لابد أن تكلل بنتائج ملموسة ولا يجب أن تكون سياحية الرئيس تبون وصف أيضا اعتراف الكيان الصهيوني بالطرح المغرب حول الصحراء الغربية باللاحدث والكلام الفارغ مؤكدا أن فاقد الشيء لا يعطيها يسود الترقب الأحد بشأن احتمال تدخل دول غرب إفريقيا عسكريا في النيجر قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها لقادة الانقلاب مع تزايد تحذيرات دول الجوار من خطورة الإقدام على خطوة كهذه ومع قرب انتهاء المهلة بنهاية اليوم لم تصدر عن الانقلابيين أي مؤشرات للتراجع عن انقلاب الست والعشرين جوليا المنقضي وحظ كبار السياسيين في نيجيريا الرئيس بولا تينوبو الذي يتولى حاليا رئاسة إكواس على إعادة النظر في التهديد بالقيام بتدخل عسكري حيث دعاه مجلس الشيوخ النيجيري بصفته رئيسا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والديبلوماسية قالت الحكومة الإيطالية الأحد إنها قلصت عدد قواتها في النيجير لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك للمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن طائرة عسكرية نقلعت من العاصمة نيامي وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا و10 جنود أمريكيين مضيفة أن عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة ما أسمته الاستقلالية اللوجستية للقاعدة العسكرية الإيطالية بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا ما أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاؤهم في حالة الطوارئ انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالى لرئاسة المجلس خلفا لخالد المشري وفاز تكالى برئاسة المجلس الأحد بعد حصوله على 67 صوتا في جولة الاعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا وبذلك غادر المشري المنصبة بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في الرابع أبريل 2018 ختام الموجز الإخباري للمزيدنا الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة نلتقي على رأس الساعة اشتركوا في القناة